حين ترى الظلم قد استشرى وترى الناس يعانون من ثمرات ذلك الظلم والعدوان وتقول متعجبا مستغربا كيف يرضى الله لعباده الظلم الله لا يرضى لعباده الظلم ولا يرضى الكفر ولا يرضى البغي ولذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل الذين هم صفوة الخلق ينهون الناس عن الفساد في الأرض ويأمرون الناس بالمعروف وبالعدل وبالإحسان هو الذي قال الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان ولا ينبغي أن يقدم الدين والإيمان بالله سبحانه وتعالى وكأن الله جل شأنه رب منتقم يريد أن ينتقم من عباده خلقهم لأجل أن ينتقم منه حين يخالفون أمره ولنا أن نتخيل لو أن الله جل شأنه ما أراد أن يربي عباده لماذا بعد كل هذه السنوات في مكة والقرآن ينزل مرة بعد مرة بخطاب النطف والنداء المحبب والدعوة فلذلك فادعوا واستقبوا كما أمرت لأجل أي شيء لأجل أن ينتقم من هؤلاء ولا لأجل أن يربيهم وذاك هو ما نجده في نفس النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة الذي أرسل رحمة للعالمين